ملتقابة الخطوطة الاريانية الاجرية كانت بسيطة الوجرية الماضية الانتخابة الاريانية تقلل على التعاريانية على الواجهر التقلل على 20 ام سيطة في علمية المدى تشاركات الطيران في العالم الخطوة الجزائري ولا أبو حسير الذين يخزون على العالمات الخطوة الجزائري أولا كلما يتركون أخي القطي جيكسان من فاكرون أكذاك إرالجيريا لاباك تروح على الناج تلحك قبل طيارة هذه إرالجيريا واحد المعاملة على الانتريور يجمع كنشوفهم يا صاحبي خطرة واحد قلت له جيب لي الجورنان وصلنا للباري ومزل ما جابوا ليش قلت له أخويا كنسيت الجورنان قلت له لأخذ ما عندك هذه إرالجيريا وبعد كي تقرأ في الإكسپرسيون بللي قليت له المقاطر أخذ في الانتريور كبير لهم وهذا هو المقاطر لحديث عن مقاطر والسهد في الانتريور القليل يتحدث عن الانتريور قليلة لمزلية تشري بكل مساء مليون مليون أرغل الانتريورة أشهد في الانتريور ملطة لهم سيجر أعجلى إنه مطفل مقاطرور في الانتريور وليس أحيث عنه ي días لنفعل في الانتريور عاماً للمشاهدين شركة المكلاسية أسوأ شركات في العالم ستجعل السياج و تشوف تجعل السياج تجعل السياج مكتوب ستجعل السياج ستجعل السياج المصنفة بين 20 أسوأ شركة طيران في العالم مركب الحجار فارس مزدور خبير اقتصادي يقول بأن مركب الحجار بيع لأغراض شخصية و يسترجع للأغراض نفسها قال لهم بل مركب الحجار هذا المركب الضخم لأنشئة فعاد بومدين رحمه الله كان أكبر مصنع الحديد في إفريقيا بيعوه لأغراض شخصية و ذكر راحين قال لك راحين يشريوه لنفس الأغراض و كي نقرأ في الصحف يقولون راحين يأموه مصنع الحجار اللي كنا نزوروه كي كنا صغار و كنا نفتخروا به قال لك راحين يأموه موش راحين يأموه راحين يشريوه لزاكسيوم لاصوسيتي انديان هذه الحقيقة بيعوه لأغراض شخصية و راحين يشريوه لأغراض شخصية و أوباساج هذا البروبرياتر انديان يربح على ظهر خزينة الدولة الملاير من الدولارات هكذا سيئة مركب الحجار في الجزائر الشروق يوم الأربعة 28 ميل تقدر قيمتها بأكثر من 902 مليون دولار الجزائر تلغي ديون 14 دولة إفريقية استعراب بكم صوار الضبويكم من دون من 900 مليون من دون 700 مليون أخينا مزلنا نوكلوا في لابوبين أخينا الأقربون أولى ديروا فينا الخير هنا هم بعد مدوا لأفريقية صح لازم نعاونوا إخواني لأفريقية بس هنا نحيونا المشاكل توعنا مشكلة الشكن مشكلة البطالة عندي حق ولا ما عندي حق ولد بلاد قويهم بيعيتي في عمري 60 سنة جامي عطاوني بسكيلات جامي البلادات ما عطاوني والو لا خدمة لا قدمة لا پنسيون لا روترات والو والو في البلادات كيف أراني يعيش بريزيل نحاول ليدات للي بي أفريكا بس كو عندهم البلوغران انديس ايكونامي كوموند احنا وش ملنا انديس دو بروغرسيون ايكوناميك عندنا طي شوفوا الصور دك دا قوشة دروات 900 مليون دولار قده بنا قده نبنيوا بيهم من الابارتمون شوفوا المراه هذي وش هيدقول انت عقاس وانا كلاتي هافروا شوف هسس شو كرني حميز لامراه كبيرة اراني ذو كافل فس قريبنا الحق الستي تعني هذي الأهل هيا تروح تشوف قربية تصير ووليا هكذا نطلب ما نتعش ما نتقده وذو كان شاتين سخصي واحد محلل اقتصادي كان رئيس حكومة في بلدنا بن بيتور يرحم موديك رب ان شاء الله يعتك منتمنع لابني بيشيتي تقولي رئيس اشرحنا لسيتياشو في الجزيرة خيتياتيان ايكوناميس اعطيناه النظرات تاعك كيفيرك لسوليشو يا صاحبي في الجزيرة كيفيرك باش نخرجو حاشكم من الغرقة تفضل بن بيتور دكتور يستشف شيء من المرارة وانت تتحدث عن ما قالت اليه الاوضاع في الجزائر ما هي الجزائر التي تحلم بها انت اليوم هي الجزائر اللي نحن ما نخلل نقولها في كلمة واحدة لما تعطي الواحد باسبور يقبله في كل البلدان يحب بشيبقى في البلاد ما يخرش برا تفضل بن بيتور اليوم تعطي الباسبور الواحد يقدر يروح به بارتو ويريح في بلاده باش ميروحش به برا ويقعد في بلاده آسي محمد يعني طلها تحليل الاقتصادي واذا بيتور بيتور يقول لي رئيس علينا صحي الاخرى الخبر خبر 23 من 20 مي امر المدير العام لمركز ارديس كافة اطاراته بالقيام بحملة تنظيف على مستوى الشاطئ الذي يطل عليه المركز ورافقتهم خلال هذه الحملة زوجة المدير حيث ارتدى الجميع قمصارا تحمل اسم ارديس وبشر عملية الكنس والتنظيف في حين استثنت العملية صغار الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم 20 ألف دينار الله نستعرف بك كان المدرأ وكل يديره كمتا شواطئ وكل تلي انظيفه شابو والله اغنى نستعرف بك من عارفك شو من عارف شركة تاعك الاتيوفي انك سي طويان ان شاء الله الناس اللي رام يتفرجوا فينا يديروا مبادرة كما انت وربي يقدرك وربي يزيد لك في الفوائد الشركة تاعك ويعطيك الصح هذه لتسورة وحبي تناعطي لكم عزيزي المشاهدين بسكو بن صالح راح للمدينة سطيف وقال لهم بركيونا من عياط ولمسؤولين تبعناكم ببيتود تحوسوا وراه الرئيس ومريضه بخير وسألنا دوره هنا فلسفة رئيس تحتركيا اناعطوا الفتسورة اناعطوا هل شعب تاعو بشيرتاح بقل ما جاش البريمينيستر قلهم مريض لباس ناعتو هاو بريمينيستر بريطانيك دابيد كاميرون مع زوجه تاعو يشرف قهوة سي بان كريم باش كتناعطل الشعب تاعو المسؤول وراه صح نار رئيس تاعنا من اغطروش نصوروه يشرف قهوة مع لباليش نصوروه ناعتو ناعتو سي بان كريم دوليز ماجيستي كتناعطل مسؤولتاك اناعطو ناعتو 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 ما قلناش بليكم تكذبوا بس عطيو ناعتو سبحان الله بلي رئيس كيف لكم تقول اليوم بون سنتي كل جمعات كانوا ليونا ناضروا على نفس المشكل واش عايب باش نشوف المسؤولين تانا في الصحافة وحنا رئيس تانا شيتين نشوفوه أعطيونا مريض مو شو مريض واحد يقول لكو مريض لباس واحد شيتين تانا طبيب بتاعنا مسؤول على صحة الرئيس قلنا عايشكو وش بيها الرئيس من فضلك محبوش أعطونا لانفورماسيو ثانيا عنده واحد الحية اللي نجينا شاء الله يقولوا لها الباران وياك ثالثا يلفوت الديه لونها خيرا يقطعون عندك بيت تريد يلوزي حبات تعقمح في خيط ويعلقوا لهم ناس جو وذنه الشرق قاسبت 25 ميار معلمة تكسر زراح تلميذ في الابتدائي بسكيك دو الضحية يقاطع الدراسة هذه مخلفات بن بوزيد زيد بن بوزيد الله الله لا يتربحك الله لا يتربحك كادوا المعلمين تواعنا يكسروا ليدين تعل تلميذ مساكن ربحت هذه المدرسة اللي خلتها احنا بكري كانوا يضربونا بسحب شوية صحبي ضربة قاضية من وزارة التعليم العالي لإطارات الراغبة في العودة منع دكاترة المهجر من التدريس بالجزائر خلاص القول قالوا لهم لديبلوميال شريعة لك خطرت شفاء وانا قلت لكم بللي 40 ألف جزائري باحث جزائري تركوا البلاد واستقروا في أوروبا ومعد دخلوا هنا بللي هامذوك أعطاهم أنكور باش ميدخلوش البلاد قالوا لهم بللي الدكات يرى اللي يجيون من الخارج ممنوع عليهم باش يدرسوا في الجامعات الجزائرية انكويابل سبحان الله سي الوزير هذا الوزير جديد هذا يرحم مالديك تعالت تعليم بتركت بريبارين نذوك في الإزيقزامان ان شاء الله ما تكونش كما بن بوزيد ان شاء الله وراني ماسي فيك ثيقة يعني ورأيس كي حطك سي مماسي فيك ثيقة باش تغير الأمور وعندك المستوى بوكيسيو أشرحين هذوكاء وش راح تدير باش هذا الناس هذا العقول أمال تعال البلاد باش يرجعوا للبلاد ويخدموها يرحم مالدي